حلقاتنا النهاردة سنعرف مع بعض كيف نتبع على الطابعة الكانون بيكسيمة تي اس 3440 عن طريق الموبايل او عن طريق الهاتف بدون استخدام الراوتر الواي فاي ولا استخدام الكابل اليو اس بي فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا يا اخواني اعلمين ايه؟ اخبركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي وحلقاتنا النهاردة سنعرف مع بعض كيف نعرف الطابعة الكانون بيكسيمة تي اس 3440 ونطبع عن طريق الموبايل بدون استخدام الراوتر الواي فاي ولا استخدام الكابل اليو اس بي من خلال خاصية الاتصال المباشر الموجودة في الطابعة وعشان ما اتطول عليكم يلا بندخل في الموضوع على طول اول حاجة دي شاشة الطبعة المفروض يبقى في شاشة الطبعة هنا في علامة هاتف او جوال طب العلامة دي بتظهر ازاي؟ نطبع عن طريق الموضوع على الزرار دي ونعلق صبعنا عليه لحد ما لا يظهر فيها تغير اهيت بعد ذلك سنزل تحت ونعمل تغير نطبع صبعنا على زرار تغير لحد ما تظهر لكم علامة اللوتينج ثم ننتظر وبعد ذلك نطبع عن طريق الموضوع على الزرار مكتوب عليه وعليه علامة التردد وموبايل ضغطة واحدة وضغطة كمان مرة سيظهر قدامك علامة الموبايل ننتظر لحد ما علامة اللوتينج دي تثبت على رقم صفر وبعد ما التطبع ثبت على رقم صفر سنضغط على زرار الزرار 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 ضغطة واحدة سيطبع لنا ورقة فيها كلمة مرور الطبعة الطبعة اول ورقة ستطلع لك بالمنظر كلمة المرور وهو السيريال نمبر هذه كلمة المرور وكلمة المرور مختلفة من طبعة لطبعة أخرى أول أربع حروف يكون حروف بالانجليزي و بعد ذلك أرقام نذهب لجهاز الموبايل ونعرفه الطبعة وكيف نطبع عن طريق الموبايل اول شيء سنفتح داتا أو شبكة الانترنت لكي ننزل برنامج من الابل ستور اسمه كانون برينت يعني نكتب كانون سنختار ثاني اختيار معنا واسمه كانون برينت انك جيت انت سيلفي ثم نفعل تثبيت وننتظر حتى برنامج جذبت معنا و بعد برنامج ثبت معنا لازم تنتبه للخطوة التي قدامك سنقف البيانات الهاتف وتتأكد أنك قفلتها ونذهب على شبكات الروتر لاي فاي التي تبحث عليها سنجد طبعاتنا مكتوب عليها TS3400 وهو ثاني اختيار سنقف الاتصال سيطلب منك كلمة المرور كلمة المرور كلمة المرور التي لدينا طبعتها من شوية وقلت لكم أول أربع حروف بالانجليزي وهو أرقام وطبعا الأرقام والحروف وتغيرها من طبع لطبع أخرى ونكتب البصور و بعد كلمة المرور وهو السيري النامبر سنقف الاتصال سيقول لك الشبكة المتصلة بالجهاز يتعذر اتصال بالانترنت لأنها وصلنا للطبع فالطبع لا يوجد راوتر ونفتح كانون فتح سنفتح ونختار إثناء تخدام التطبيق ثم نختار السماح ثم سنجد فوق خالص على المعلمين وفيها حرف الزائد ستلاحظ أن الطبعة موجودة قدامك TS3400 وننتظر حتى تتعرف معنا ويقول لك أن الطبعة تعرفت سنقفل جدا وهذه الكلمة الآن لا أطبع من خلال البرنامج سأطبع ملف BDF لكي لا أتلغبت الخطوات كالتالية سنذهب للملف BDF وتختار أي ملف أو أول واحد مكتوب عليه ثم سنقفل مشاركة أو share ثم سنختار send a copy ثم ندور على البرنامج تحت خالص Canon ونقفل فتح ثم نضغط على Next ونضغط على صفحة واحدة لكي لا نهضر في الحبر ونضغط على OK سنقفل هنا ونختار نوع البرنامج ونضعه بلان بابر ونضع البرنامج وهذا البرنامج مكتوب Color Mode وهذا الذي يمكنك تحول به أن تطبع بالقبل والاسود أو الألوان والألوان والألوان وهذه التي تتعلمها أن كل شيء تطبع بالقبل والاسود مع بعض فأنا أريد أن أضعها قبل والاسود سنختار Monochrome ونضغط جميع أعداداتنا سنرجع إلى الخطوة البرنامج ونضغط على البرنامج ثم نضغط على البرنامج ونضغط على البرنامج وهذه البرنامج التي نضغط عليها عن طريق اتصال للطبع بالداركت الموبايل بدون استخدام راوتر واي فاي ولا كابل USB هناك خطوة مهمة جدا يجب أن نبهك لها أول شيء يجب أن تأكد منها أن شاشة الطبع عليها علامة الموبايل إذا لم تكن موجودة ستطبع معك نهائيا ثاني يجب أن تتأكد منها كلما تطبع من الموبايل باستخدام خاصية الاتصال مباشر يجب أن تقفل الاتصال بالبيانات الموجودة في الموبايل ويجب أن تحول اتصال من راوتر واي فاي وتوصله بالشبكة الموجودة في الطبع كما وضعتكم ودخلنا كلمة المرور وكلمة المرور سنتدخلها مرة واحدة فقط أتمنى أن الموضوع كنا لأعجبكم أتمنى أن الموضوع كنا لأعجبكم مستني أي سفسر لديك بخصوص طبعات كنان كان معكم أحمد الساد بقناة كنم الهربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته